انه ليس موكب عروسين انها زفة لاطارات عجلات السيارات في قطاع غزة تمهيدا للجمعة الثانية من مسيرات العودة الكبرى او كما اطلق عليها الغزيون جمعة الكوتشوك يتحضر قطاع غزة للجمعة الثانية من فعاليات مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت الجمعة الماضية بحركة تحشيد واسع عبر المؤسسات الداعية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكدون خلالها على ضرورة المضي قدما في خطواتهم التي انطلقت منذ يوم الارض في الثلاثين من اذار والتي ستستمر حتى منتصف ايار المقبل في ذكرى النكبة الفلسطينية بعدما حققت الجمعة الماضية اهدافا ايجابية على صعيد الرأي العام العربي والدولي في محاولة منها لاعادة القضية الفلسطينية الى واجهة القضايا في المنطقة المشهد العام عند السياج الفاصل مع قطاع غزة بل اللامبلاء التي يظهرها الفلسطينيون في مواجهة الاحتلال دفعت قيادة جيش الاحتلال للتهديد بتنفيذ عمليات استهداف داخل قطاع غزة وذلك للحيلولة دون تحول مظاهرات مسيرة العودة الكبرى الى مظاهرات اسبوعية ان هذه من امور الكفار وهي فوضى ليرضى بها الاسلام بل ان الجنون الذي خلفه المشهد هناك دفع بالمتحدث باسم جيش الاحتلال الصيني افخي ادرعي للخروج والحديث بلسان عربي كعادته مستشهدا بآيات واحديث تحذر من الاضرار بالبيئة تارة وتحريم المظاهرات تارة اخرى لكن الشباب الفلسطيني في غزة لم يأبه لتلك الترهات ولا لتحذرات الجيش الصهيوني باستهدافهم وقتلهم وواصلوا تحذيراتهم لمسيرة العودة ولعل مشهدهم هذا يؤكد لهذا العدو ومن يدعمه ان على هذه الارض ما يستحق الحياة